اشتركوا في القناة في قوتها ولا في حضوظها ولا في اي شيء اليوم هي راح تنتقل اللي هو يوم خمسة نيسان راح تنتقل الزهرة الى برج الحوت وهو يعتبر برج قوي جدا بالنسبة للزهرة وبعطيه طاقة عالية جدا لا جميع الابرج طبعا انتقال الزهرة لبرج الحوت هو راح ينتقل يوم خمسة نيسان راح ينتقل في ساعات ما بعد العصر ساعة ثلاثة وسبعت عشر دقيقة بعد العصر راح ينتقل لبرج الحوت ورح يمكث في برج الحوت لساعة تقريبا اربعة وعشرة من مساء يوم اثنين خمسة طبعا كوكب الزهرة معروف عنه انه من ايجابياته انه هو كوكب السعد الاصغر بدل على العاطفة على الحب على الانسجام على المال على الجاذبية على التفاهم على الميول الفني ولكن من سلبياته الغيرة والعناد طبعا خلال الفترة المذكورة اللي ذكرناها الليه ما بين خمسة واثنين اه خمسة اربعة واثنين خمسة رح يطرأ تغيير ايجابي على مظهر مواليد برج الحوت ورح يشعروا بقوة العاطفة وانجذاب افراد الجنس الاخر لهم بيستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج المائية الاخرى مثل السرطان والعقرب هم بشكل قوي والابراج الترابية مثل الثور والعدراء والجدي هذولا اكثر المتميزين طبعا كل الابراج رح ينالها نصيب من هاي الايجابية وكمان اكثر المستفيدين هم اللي لما انولدوا كان كوكب الزهرة موجود عندهم في ساعة ولادتهم في برج الحوت من صفات اللي بتنطبق على الاشخاص اللي زهرتهم بتكون في برج الحوت انهم بيتميزوا بقوة رومانسية عالية جدا وهم يعتبروا من النوع العاطفي الحالم الرومانسيين جدا بيميلوا طبعا انهم هم جاذبية خاصة جدا بيميل العشق اكثر بينجذبوا للحب اكثر وبيحبوا نفسهم بشكل اكبر يعني بمعنى اخر انه واضح انه الفترة المقبلة من ناحية عاطفية افضل بكثير من الفترة السابقة لانه تواجد الزهرة زي ما حكينا في برج الدلو قبلها كان في الجدي بالقوس ما كان يعطيها القوة الكبيرة وثانيا كان يشكل زوايا سلبية كثيرة كان يعني من ناحية ضعيفة بطاقته فما شعر الجميع في خلال فترة الثلاث شهور ونصف بأي شيء له علاقة ولكن الآن هو دخل لبرج حليف يعتبر شرفه فهنا بتتهيأ الاجواء للجو الرومانسي الدافئ بعكس الابراج الاخرى طبعا برضو لما بنتقل الحوت نفسي للحمل برضو بظل فيه له طاقات ايجابية عشان احنا ندرس هذا الوضع بشكل كامل لازم نشوف الزوايا الفلكية عشان نتأكد من قوة سعودة الزهرة اثناء تواجدها في الحوت طبعا اول زاوية هي راح تكون زاوية تسديس ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي راح تكون ذروتها يوم ثمنتاش اربعة طبعا تأثيراتها من يوم ستعاش ليوم عشرين اربعة وهنا بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس راح تكون بين عطارد وبين الزهرة وهاي راح تكون يوم خمسة اربعة وهاي زاوية برضو ايجابية بين الكوكبين وتأثيراتها بتبدأ من يوم خمسة عشر ليوم واحد وعشرين اربعة من تأثيراتها انها بتعزز المواهب الفنية والادبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران راح تكون بين الزهرة وبين نبتن راح تكون يوم سبعة وعشرين اربعة طبعا تأثيراتها من يوم خمسة وعشرين لا يوم ثلاثين اربعة بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران برضو ايجابية راح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها يوم ثلاثين اربعة طبعا بيبدأ تأثيراتها من يوم سبعة وعشرين اربعة لغاية يوم ثلاثة خمسة وهاي طبعا عند حدوث هذا الاتصال دائما بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كمان هاي بتعزز الدائقة الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التزديس راح تكون بين الزهرة وبين بلوتو وهي راح تكون يوم واحد خمسة يعني قبل الانتقال بيوم هاي زاوية برضو ايجابية تزديس تأثيرها من يوم تسعة وعشرين اربعة ليوم ثلاثة خمسة هاي زاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا وممكن يصير فيها مصالحات كان صعب انهم يتصالحوا بالفترة الماضية وبتدعم برضو بتعزز اكثر فاكثر الناحية العاطفية بما انه لاحظنا انه تواجد الزهرة في الحوت راح يشكل كثير من الزوايا الايجابية وما في زوايا سلبية وكمان راح يكون في شرفه فهاي بتعطي قوة استثنائية لتواجده في الحوت يعني طاقة ايجابية عالية جدا فرح يكون في اغلب الوقت سعيد على جميع الابراج ما فيه كثير من المزايا اللي رح يحصلوها كثير من الابراج بالفترة القادمة كان صعب انهم يحصلوها بالفترة الماضية طبعا الان راح نحكي عن كل الابراج وكل برج ايش اكثر الاشياء اللي يركز عليها لانه لها تركيز معين واستفادة معينة لا الهم برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تعطيهم فرصة بما انه بيت متاعبهم فهو رح يخفف من الضغوط عليهم بشكل كبير ورح يعطيهم فرصة قوية جدا لا اشيء له علاقة بالعمل اما التعامل مع المؤسسات الكبيرة مثل المستشفيات والشركات او السجون او الامور هاي بتعطيهم حضوض عالية في هاي الامور ممكن مسجون يطلع من سجنه ممكن واحد ينكتب له علاجات العلاجات هاي تكون لصالحه اكثر برضو العمل مع شركات كبيرة وبيميلوا برضو لمساعدة الاخرين والتضحية والاثار بالفترة هاي تعطيهم برضو طاقات قوية برج الثور بتعزز عندهم النشاطات الاجتماعية وببدو بعلاقات وصداقات جديدة ومعارف جديدة او ناس قدامة بيرجعوا على الساحة من خلالهم بتم الفائدة والاستفادة باشياء كبيرة برضو من خلال الزهرة في تواجدها في الحوت بيصير فيه نوع من انواع المشاريع الكبيرة اللي ممكن تتحقق بمساعدة بعض الاصدقاء او اشخاص ذو نفوذ برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بتركز عندهم على العمل بشكل كبير وعلى المكاسب المالية فهي بتعطيهم فرص للتقدم في العمل وللاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضوا على امور الها علاقة بعلاقاتهم بالمسؤولين وبتعرف هاي الفترة فترة من التقديم والتفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة برضو للزواج او الارتباط باشخاص من وسط راقي او يعني بكونوا مرموقين المكان برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان هو ان بتعطيهم مجال قوي جدا على امور الها علاقة بالسفر والتناقلات والسفريات تعطيهم نجاح في السفر والاتصالات والدراسات الجامعية وخصوصا اللي لهم علاقة به تقديم دراسات جامعية ماجستير دكتوراه او مشاريع تخرج للبكالوريوس هذولا يكونوا قويين وفي ناس رح يدخلوا في نمط الوعلاقة بالفلسفة والدين برضو بتزيدهم بقوة اكبر برضو ممتازة على مستوى المواضيع القضائية اللي لهم قضايا او بدهم يرفعوا قضايا بالفترة هاي وبكون سلوكهم ممتاز جدا وممكن يحصلوا على تقدير الاخرين وهاي فترة مناسبة للسفريات والتنقلات برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا ممكن يحصلوا على دعم او دعم مالي من جهات غريبة او من اشخاص وهم معارف لالهم يدعموهم او كنوع من انواع العطايا في مال برضو بيجيهم من تركة او من تعويض او من شراكة برضو بيستفيدوا من مكاسب عن طريق الزواج او شراكة او هبات يعني على اكثر من شيء ممكن يحصلوا اموال ولكن زي ما حكينا انو الاموال هاي تيجي من ضمن شراكات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء هنا القمر زهرة مقابلهم تماما في بيت الشراكة وهي بتعزز شراكاتهم ممكن تفتح لهم ابواب لها علاقة بمصالحات او رجعة زوج او الازواج لبعض بيكونوا متخاصمين بالفترة الماضية او البدء بشراكة جديدة مالية وهي فترة مناسبة برضو للسعادة الزوجية وبتحسن العلاقات مع الشركاء وهذا وقت مناسب للزواج او عقد شراكة او بتكون يعني الشراكة هاي بتكون منتجة وبرضو بتصفي من خلالها زي ما حكينا خلافات بشكل ودي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتعطيهم فرص للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو تعزيز علاقاتهم مع المسؤولين وممكن ينهو اعمال وتجيهم نتائج قوية جدا من خلالها هاي الفترة برضو فيها نوع عنواع الانسجام مع رفقاهم في الوسط المهني وبيتمتعوا بصحة جيدة ممكن كانوا بالفترة الماضية بعد موليد برج الميزان بيشكوا من بعض الالام الان هاي الالام بتبدأ تتلاشى او بيجدوا علاج لهاي الامرض برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هاي الفترة بتعطيهم حظ على المستوى العاطفي على مستوى المال على مستوى الحب علاقات جديدة تجميل كلها هاي الامور ممتازة وبتعطي فرصة برضو للنساء اللي كان عندهم مشاكل بالحمل او بيرغبوا بالدخول بالحمل فهاي فترة منواسة بلائلهم وكثير من النساء راي هي يدخلوا في هذا الحمل او الاجنة في خلال هذا الشهر هاي فترة مناسبة برضو لتمتين الروابط والمودة والعلاقات والمعاملات المالية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا الاستفادة كلها رح تكون بامور العلاقة بالسكن بالعقارات بالعلاقات العائلية منهم ممكن يشتري بيت او منزل او ديكور جديد او ينقل من مكان لما كان او لسكن جديد الحياة في المنزل بتكون فيها مصالحات كثير بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على ارباح مهمة اذا كان بيمتلك امور الها علاقة او بتاجر بالعقارات برضو ممكن ترجع علاقة قديمة او مصالحة منزلية او مناسبة حتى الها علاقة بالعائلة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتفتح لهم هاي الفترة نجاح على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات وبرضو امور بتتعلق بالسيارات ممكن شراء سيارة جديدة او تغيير سيارة او تصليحات الها علاقة بالسيارات والاجهزة الالكترونية ما اللي الدراسة طبعا على مستوى الدراسة اللي هم اللي الثانوية العامة هذولا بيحققوا او الابتدائي ثانوي هذولا بيحققوا نجاح عالي جدا بالفترة القادمة سفريات قصيرة وتنقلات وترويج لسلع اللي بيشتغلوا في التجارة المحلية برضو ممتازة هاي الفترة بتكون مريحة لينة بيتمتعوا بقدرة كبيرة على الاقناع وهاي فترة مناسبة زي ما حكينا للسفر والتواصل مع الاقارب والاخوة والمصالحات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا بتتركز كلها على المكاسب المالية اغلب المكاسب هاي بتيجي من عمل اضافي او مستردات هبات نوع من انواع الدعم الدخول بمشاريع مالية بيحصلوا من خلالها صفقات صفقات هاي بتكون لصالحهم هاي فترة برضو مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة زي ما حكينا بتيجي من شراكة او علاقات او اعمال اضافية بتيجي بشكل مفاجئ برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هم اكثر المستفيدين في هاي الفترة لانه بيصير فيه نوع من انواع التحسن بيطرع على مظهرهم الخارجي وبرضو بيعطيهم قوة عاطفة وانجذاب عالي جدا لا افراد الجنس الاخر لا الهم فممكن يبدأوا بعلاقات غرامية او تطور العلاقات عندهم او يرقبتوا او يصير عندهم خطبة او تطوير علاقة عاطفية من حب لزواج برضو بزيد لطفهم ورقتهم وقيمتهم الاجتماعية فترة مناسبة للعلاقات العاطفية لا الهم وفي منهم اشخاص يعني رح يكون رونق الجمال عندهم مميز جدا هيك منكون انتهينا تقريبا من توقعاتنا لانتقال الزهرة لبرج الحوت طبعا بتمنى انه كل الاشياء الايجابية اللي ذكرناها انها تصير اكثر بالنسبة لكم ودائما ودائما زي ما بنحكي انه في اي توقعات ايش ما حكينا احنا بنجتهد بعلم ما اناش علاقة بالخزعبلات والأوهام والأمور هاي ونرجع ونحكي والله اعلم وفي النهاية زي كل مرة شعارنا يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة